الاستراتيجية للبنية الأساسية للتجارة الداخلية في أكتوبر 2017 التي شملت، هنشوف أمور كثيرة، على المناطق اللوجستية والمخازن الاستراتيجية والمناطق التجارية وكذلك شبكات التوزيع هنتكلم أن نعرض على أهمية البنية الأساسية في مفهوم الأمن الغذائي كان عندنا بالنسبة للصوامع وهو المكان الرئيسي لتخزين الحبوب كان عندنا في 2014 واحد واثنين من عشر مليون طن الواحد واثنين من عشر مليون طن على أرضنا معناها توفر لي شهر ونص ولو كان عندي أوامر شرة جاية من البحر فكنا بنعتمد على هذا الموضوع فكنا بنبقى عندنا احتياط شهرين شهرين ونص إنما التلاتة دي ما كناش بنشوفها بمفهوم حقيقي وده 2014 والصوامع ابتدت يمكن من وقت جمال عبد الناصر في أوائل الخمسينات فكان حجم الصوامع حتى هذا التاريخ واحد واثنين من عشر مليون طن النهاردة وإحنا بنتكلم في عشرين وثلاثة وعشرين عندنا ثلاثة ونص مليون طن يقضونا حوالي خمس شهور بالإضافة للصوامع اللي موجودة في المطاح كان عدد الصوامع اتنين وثلاثين صوامع بس الساحات بتاعتها كانت صغيرة يعني كانت ما بين تلاتين واربعين ألف طن الساعات الجديدة اللي احنا بنعملها ستين وتسعين ومية وعشرين ألف طن بالنسبة للصوامع وبالتالي بقى عندنا حوالي تسعة وتمانين لو أنا مش شايف بالإضافة أن هناك مرحلة جديدة تم اعتمادها من الدعم بتاع البنك الدولي وبعوالي واحد وعشرين صوامع منها صوامع جديدة ومن أهمها صوامع الجنوب النهاردة الجنوب جنوب مصر سواء في تشكا أو شرق العوينات زي ما شفنا أو في المناطق في الفرفرة وفي سيوة وفي المناطق دي كلها بقت مصدر رئيسي لإنتاج القمر وبالتالي عندنا مجمع صوامع في تشكا بتلتميت ألف طن وعندنا في دندرة مجمع بمية وعشرين ألف طن بالإضافة إلى إضافة ساعات تخزينية لصوامع موجودة سواء في المفلسة سواء في المراجدة سواء في كافة وبالذات في الجنوب هنضيف هذا العام سبعمية وخمسين ألف طن وهناك خطة مستقبلية معتمدة بحيث نصل لأربعة وثمانية من عشرة مليون طن تخزين دكتور علي أهد فدير أنت حطت الربعمية وخمسين ألف طن صوامع اللي في الدلتة الجديدة لا أحضرتك بتعرف بالضبط من غير لا 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 صحيح لا والله لا طيب حطت المية ألف طن بتاعة العاصمة لا والله أنا بقول كده ليه لا صح صح أنا بعتذر وأقول أنا بكلم على البودجت الموازنة اللي عندنا اللي معتمدة اللي كسب فخامت الرئيس تكرم وهذا ليست كلمة المجاملة تكرم وفي الكيان العسكري بيتعمل صوامع احتياطي استراتيجي للإستراتيجي مش احتياطي استراتيجي للإستهلاكنا احتياطي استراتيجي للإستراتيجي مئة ألف طن والتكلفة مش من عندي مش من عندي ثم مستقبل مصر بنشكرهم جدا ولسه كنت على تواصل معهم من الصبح النهاردة عشان بيزودوا مساحات الأمح والحمد لله ان شاء الله هتزيد مساحات الأمح عندهم هم بيعملوا مجمع صوامع في المرحلة الأولى 200 ألف طن ولكن هتصل ل300 ألف طن فهناك 400 ألف طن كمان زيادة عن الرقم فلو قلت أنا مخطط لنا احنا عندنا 3.5 ومتعاقد على 750 ألف طن بمعنى يبقى 250 ألف وعندنا بالناقش دلوقتي ومع وزارة التخطيط والأجهزة المعنية ان احنا مع الاتحاد الأوروبي في حوالي 600 ألف طن برضو خارج المجموعة اللي حضرتك تفضلت بها فده هيبقى حوالي 8.8 من 10 أو 4.850 ألف طن لو زدنا 400 هيبقى 5.2 من 10 دول يدون 8 شهور احتياط استراتيجي حتى وإن لم يكن هنعمل 8 شهور حيجعل مصر جاذبة لأن تكون المركز الإقليمي لتبادل الحبوب في المنطقة لسبب مش شرط يجي المورد يعمل صوامع جديدة هيبقى الصوامع عندنا ونستطيع ان احنا نتعامل معه بحيث يجيب الأمح بتاعه سواء لصالحنا أو لصالح الجهات الخارجية وهذا مشروع تحت الدراسة ومش عايز أتكلم فيه كتير إنما إن شاء الله يتم الموافقة عليه مع الدول التي نتكلم معها